ترأس وزير الشوري الاجتماعي والعمل الدكتور محمد الزعوري في العاصمة عدن اجتماع للجنة الاستشارية لخطة الحماية الاجتماعية بالشراكة مع اليونسيف لمناقشة الإطار الاستراتيجي للخطة وأوضح الزعوري أن الكثير من الفئات المجتمع بحاجة إلى مزيد من البرامج والمشاريع في كافة القطاعات ابتداء من الأمن الغذائي وانتهاء بخدمات التأهيل والتدريب الرامية إلى رفع مستوى الفئات الاجتماعية في كافة البجالات الحياتية وأكد الوزير الزعوري أهمية هذا الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية أثناء وبعد الأزمات مشددا على ضرورة حشل الموارد والتنسيق مع المالحين لمضاعفة الجهود الحكومية لتطوير منظومة الحماية في البلاد على طريق التعافي وإعادة الإعمار ترجمة نانسي قنقر